في حقيقة الأمر ما زالت عمليات عدوى الفرز للمحطات التي لم ترسل ألكترونياً في محافظة النجف ما زالت يتم عدها وفرزها في معرض النجف الدولي الموجود في هذه المنطقة بالتحديد نعم محمد محمد إن كنت تسمعني سأعود إليك فور الاتصال أنتقل إليك عن ما الجديد في آخر التطورات الحاصلة بالعد والفرز اليدوي بمحافظة كربلاء نعم تحية طيبة لك عبد الله حقيقة يعني انتهت لهذا اليوم عملية العد والفرز اليدوي للاختراع الخاص بالقوات الأمنية بعد أن تأخر إعلان النتائج الأولية للاختراع الخاص بالقوات الأمنية ويعني تبقى وتأجل ليوم غد 33 أو 22 محطة انتخابية أو مركز انتخابي واليوم تم إنجاز 33 مركز انتخابي بالتالي يعني بلغت الأعداد الأولية والنتائج الأولية التي خرجت لهذا اليوم لإبداع كربلاء 200.700 صوت للناخبين وأيضا جاء بعد ذلك دولة القانون ولتأتي بالمركز الثالث يعني تحالف نبني حقيقة اليوم جرت عملية الفرز والعد اليدوي لأوراق الناخبين وسط يعني حضور كبير من المراقبين لمنظمات المجتمع المدني فضلا عن ممثلية الكيانات السياسية والأحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية بالإضافة لذلك مراقبين من مقوضية الانتخابات ويعني كان مركز الفرز والعد اليدوي مجهز بأكثر من 100 كاميرا مراقبة بالصوت والصورة تسجل وتنقل عملية الفرز والعد اليدوي يعني تحسبا لأي خرد قد يحدد وأي تلاعب قد يحدد في أوراق الانتخابات بالإضافة إلى ذلك تم تأمين هذا المركز بالقوات الأمنية وانتشار أمني بشوارع المدية إلى مركز العد والفرز اليدوي وانتشار أمني بالإضافة إلى ذلك يعني كما ذكرت عليك عبدالله جرت العملية منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى ساعات متأخرة من هذا النهار وتم تأجيل العمل والمتبطي 22 مركزا إلى يوم غد كلها سوف يتم فرزها وعدها يدويا يوم غد وبعدها سوف تعلن النتائج النهائية لأعداد المصوتين والناخبين للاقتراع الخاص للقواء الأمنية عبدالله طيب دعني أنتقل إلى محمد وكنت تتحدث عن استمرار يعني عمليات العدوى الفرز اليدوي هل من موعد محدد لنهاية هذا العدوى الفرز اليدوي أو هناك تسريبات جديدة بإضافة أصوات إلى قوائم معينة؟ لحياتك زميلي عبدالله مجددا يعني بالتأكيد هناك إضافات جديدة ربما ستغير المقاعد في مجلس محافظة المجلس المقبل خصوصا ما إذا يعني عدنا للحسبان بأن دولة القانون تصدرت من خلال هذه المحطات التي لم يتم يعني احتسابها إلكترونيا أيضا بعدها يأتي تحالف نبني ومن ثم يعني حركة الوفاة العراقية التي يتزعمها الدكتور عدنان الزورفي هذه الحسابات اليوم تم لثمانية وعشرين محطة من أصل ثمانية واربعين محطة واحدة للإفتراع العام وسبعة واربعين محطة للإفتراع الخاص يجري يعني عدها وفرجها بمراقبة من قبل لجنة مختصة من يعني المركز الوطني في بغداد أيضا المكان محصن جدا يعني يحتوي على انتشار أمني مكتب أيضا هناك منظومة للإفتاء الحراءة وضعت فوق هذه الأوراق تحسبا لأي حادث حريفة ربما قد يحدث أيضا هناك مراقبين من قبل ممثلي الكيانات السياسية يراقبون هذه العملية ويسجلون البيانات التي تخرج من هذه الأوراق ترجمة نانسي قنقر